أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لقد حدث كل شيء في الكون خلال أقل من ثانية الأرض والشمس والمجرات وكل ما في الكون بما فيه أنت كل شيء حدث وبارز للوجود خلال إن من الثانية وبسرعة كلمح البصر هذا ما يجمع عليه العلماء اليوم لأن كل دراسات العلمية تدل على ذلك بل كلما تطور العلم اكتشف حقائق جديدة حدثت خلال هذه الثانية الأولى من عمر الكون بل إن أحد العلماء يؤكد أن كل شيء قد تم خلال جزء صغير جدا جدا من الثانية بما لا تدركه العقول والسؤال لماذا جميع المعادلات الرياضية تؤدي إلى هذه النتيجة ولماذا نجد أن كل شيء قد تم بلمح البصر وهل هذا يدل على إعجاز جديد تجلى اليوم في كتاب ربنا سبحانه وتعالى دعونا نذهب في هذه الرحلة الإيمانية ونعود لمليارات سنين حيث لم يكن هناك أي شيء إلا الله عز وجل ونعيش ضمن الثانية الأولى من عمر هذا الكون إنها معجزة بكل معنى الكريمة أن نجد كل شيء قد خلق بلمح البصر ولكن كيف حدث ذلك؟ عندما تطورت وسائل العلم الحديث وبدأ العلماء يستخدمون تقنيات متطورة لدراسة نشوء الكون واستخدموا المراسد الفلكية والكمبيوتر العملاق وعمليات المحاكاة الهائلة وصلوا إلى نتائج مدهة لتؤكد أن كل برامج والمعلومات اللازمة لنشوء الكون وتطوره ونشوء المجرات والكواكب والنجوم حتى نشوء الكائنات الحية والنباتات بما في ذلك الإنسان كل هذه المعلومات وضعت خلال التانية الأولى فقط من عمر الكون أي قبل أن يخلق الكون في مليارات سنين دعونا نتأمل هذه الآيات التي تؤكد أن عملية الخلق حبارة عن كلمة كون فهي سريعة جدا وأسرع مما نتصور قال تعالى هذه الآية تحدثت عن خلق الكون السماوات والأرض وتحدثت عن سرعة تنفيذ الأمر لإلهي بقوله تعالى كن فيكون وهناك العديد من الآيات التي تؤكد هذه الحقيقة العلمية قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون النحل الأربعون كذلك نجد قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ياسين 82 لقد خبر القرآن عن خلق الكون خلق كل شيء وفق نظام مقدر أي بقوانين محكمة ومنظمة وفي الوقت نفسه ذكر أن عملية الخلق تتم خلال لمح البصر أي خلال جزء من الثانية قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر القمر 49 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر